الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش مجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن كافة أجهزة الدولة يجب أن تكون موجودة في سيناء بعد القضاء على الإرهاب مشددا على أن الدولة سوف تتحرك بشكل سريع وكبير لكي يشعر أهلنا في سيناء أن الدولة المصرية تبدل قصارى جهدها لتنفيذ خطة التنمية وقال الرئيس السيسي خلال فعالية تفقد استفاف المعدات المشاركة في تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء إن التنمية في سيناء تحققت بفضل الله والجيش والشرطة وأهالي سيناء بعد دحل الإرهاب الذي كان يوعيق التنمية وحياة المواطنين مشددا على أنه لا توجد حياة بدون أمان وأكد الرئيس السيسي أن التخطيط لتنمية وإعمار سيناء ليس متواضعا داعيا إلى تنفيذ ذلك التخطيط بشكل يليق بأبناء سيناء وأوضح الرئيس السيسي أن هناك أراضي زراعية سوف تدخل الإنتاج الفالي في سيناء بحلول نهاية العام الجاري وصل الرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إلى العاصمة القطرية الدوحة على رأس وفد رفيع المستوى في مستهل زيارة عمل وتأتي الزيارة في إطار حرص البلدين على دعم وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك ومن المقرر أن تشهد الزيارة عقد جلسة مباحثات موسعة بين مسؤولي البلدين وتوقيع عدد من الوثائق ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون الثنائي كما سيتم عقد لقاءات للوفد المصري مع ممثل رابطة رجال الأعمال القطريين وغرفة التجارة والصناعة القطرية لبحث الفرص المتاحة لزيادة الاستثمارات القطرية في مصر ومضاعفة حجم التبدل التجاري بين البلدين توجه وزير الخارجية سامح شكري إلى كل من سوريا وتركيا في زيارة تستهدف نقل رسالة تضامن من مصر مع الدولتين وشعبيهما الشقيقين عقب كارثة زلزال السادس من فبراير الجاري والذي خلف خسائر فادحة في كل البلدين هذا ومن المنتظر أن يؤكد وزير الخارجي في لقاءاته بكل من سوريا وتركيا على استهداد مصر الدائم لتقديم يد العون والمساعدة للمتضررين في المناطق المنكوبة بالبلدين وأن مصر حكومة وشعبا لا يمكن أن تتأخر يوما عن مؤذرة أشقائها تتوجه وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية لمراقبة التسلح والأمن الدولي السافيرة بوني جنكنز إلى جينيف في سويسرا المشاركة في مؤتمر نزع السلاح لعام 2023 هذا وستترأس بوني جنكنز وفد الولايات المتحدة في الجزء الرفيه المستوى من المؤتمر وتهدف مشاركة المسؤولة الأمريكية إلى إظهار التزام الولايات المتحدة المستمر بالنزع السلاح المتعدد الأطراف وتحديد الأسلحة وأكدت الخارجية الأمريكية أن بوني جنكنز ستسافر إلى جينيف لحضور المؤتمر الذي ينعقد يومي السابع والعشرين والثامين والعشرين من فبراير الجاري بدأ الرئيس الفرنسي إمانوال مقا زيارة لإفريقيا تشمل ثلاث دول حول حوض الكونغو بالإضافة إلى أنجولا وتأدي الجولة بعد أكثر من أسبوع من قيام بوركينا فاسو بإنهاء الاتفاق العسكري مع فرنسا بشأن مواجهة العناصر الإرهابية ومغادرة القوات الفرنسية لأراضيها أكد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلانسكي أن ضغط أوكرانيا والعالم على روسيا سيستمر وقال زيلانسكي أن نختتم هذا الأسبوع بحدث دبلوماسي قوي لأول مرة منذ 32 عاما فقد زار وفد رفيع المستوى من السعودية أوكرانيا معتبرا أن هذه علامة أخرى على احترام أوكرانيا وخلال اللقائه وفدا سعوديا برئاسة وزير الخارجية في العاصمة كييف أعرب زيلانسكي عن شكره للرياض للمساهمة في تحقيق نتائج ملموسة وحساسة للأوكرانيين لا سيما فيما يتعلق بالإفراج عن أسرى الحرب اعتبر الرئيس الروسي بلاديمير بوتين أن حلف النيتو يشارك في النزاع في أوكرانيا من خلال إنداده كييف بالأسلحة وأكد بوتين أن الدول الغربية لديها هدف واحد هو تدمير روسيا مجددا الدعوة إلى قيام عالم متعدد الأقطاب كما أكد الرئيس الروسي أنه يجب على بلاده الأخذ في الاعتبار القدرات النووية لحلف النيتو الذي يسعى إلى هزيمة روسيا اختار الحزب الديمقراطي الإيطالي المعارض المنتمي ليسار الوساط إليش لاين والتي تحمل الجنسيتين الأمريكية والإيطالية لتكون زعيمة جديدة للحزب وتعيد بناءه بعد الهزيمة التي مني بها في انتخابات العام الماضي وستقود إليش لاين المعارضة في البرلمان لرئيسة الوزراء جورجا ميلوني لتكون المرة الأولى في تاريخ إيطاليا التي تتزعم فيها امرأتان الحزبين الرئيسيين بالبلاد ورياضيا تويج منشستين يونيتد بلقب بطولة كأس الرابطة الإنجليزية بعد فوزه على نيو كاسل يونيتد بهدفين نظيفين في المباراة النهائية ويعد هذا اللقب هو الأول لمنشستين يونيتد منذ فوزه بلقب الدولي الأوروبي في موسم 2016-2017 والأول في عهد المدرب الهولندي إيريك تنهاك انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل اشتركوا في القناة